انفجار امني يهدد العاصمة الليبية ترابلوس مع احتدام النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبابة وحكومة الاستقرار الجديد برئاسة فتح باشغة لغة التحدي تسيطر على خطاب الطرفين بدأت اولى نتائجها تظهر على الارض مع نشر حكومة الدبابة لعناصرها والياتها العسكرية في المدينة معلنة الجاهزية للتصدي لاي محاولة اقتحام تقوم بها قوات باشغة وتأتي خطوة الدبابة بعد ايام قليلة على تحذيره من العبث بامن العاصمة وتهديده بانه لن يسمح لاحد باستلام مقر حكومته الا عن طريق البرلمان فلجأ الى تشديد الحراسة في المدينة بعد ان بدى له ان خطابه ذلك لم يؤثر في قرار حكومة باشغة التي عادت واكدت السعي نحو تسلم مقار الحكومة في العاصمة رابلوس وقال الناطق باسمها عثمان عبدالجليل ان هذا امر لا مفر منه ولا تنازل عنه وتزامنا مع هذه التطورات تدخل تركيا على الخط في محاولة لتهديئة الوضع بين الحكومتين مع تلميح وزير الدفاع التركي خلوصي اكار باجراء وساطة لمنع حرب مقبلة في العاصمة وذلك خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري في انقرة وامام كل هذا المشهد لا يزال الحراك الدولي تجاه ليبيا معطلا بانتظار تعيين الامم المتحدة رئيسا جديدا لبعثتها هناك ما يبقي مستقبل هذا البلد العربي الساحلي الغني بالثروات النفطية في مهب الريح